اخوة الايمان ان كتاب الله عز وجل هو كتاب اوحاه الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين ليكون شفاء ودواء للمتقين ليكون هدى الى الصراط المستقيم فمن اخذ به فاز ونجح ومن تركه فشل وخسر في الدنيا قبل الاخرة وكما نذكر دائما في عالمنا اليوم اكثر من اربعين مليون كتاب وفي كل يوم الاف الكتب التي تأتي في شتى العلوم وفي شتى المجالات وفي شتى المعارف ولكن هناك حقيقة نؤمن بها ونتلمسها بان كل هذه الكتب في جانب والكتاب الذي اوحاه الله الذي هو القرآن الكريم في جانب اخر لماذا؟ لأن هذا الكتاب الذي نزل من الله وبقي كما هو بيقول لك واحد طيب ما في غير هالكتاب؟ لا في كتب سماوية نحن نؤمن بها ونقدسها ونحترمها ولكن هذا الكتاب الذي بقي كما أنزله الله عز وجل ليش؟ لأن الله هو الذي تعهد بذلك احنا ما ندخلنا يعني مرة كنا بمؤتمر بن نيويورك من عشر سنوات تقريبا فأحد رجال دين من أهل الكتاب قال لي أليست التوراة من عند الله؟ قلت له نعم قال أليست الإنجيل من عند الله؟ قلت له نعم أليس القرآن من الله؟ قلت له نعم قال لي ليش هذا نحفظه هدول ما نحفظه؟ لأن اللي أصدر هو قال ذلك هو تعهد بذلك ويندوز رقم سبعة مو من عند مايكروسوف من عند مايكروسوف رقم تسعام رقم إداعش ذاك اليوم إجاني من رسالي قال أخي نحن هاد ما عدلنا عبو أمدا ويندوز سبعة كبو ويندوز بعتولي أنه أخي كبو نحن هذا لا مندعمه ولا منصبحه أخي عندي حاسب قديم عنه عنده ويندوز سبعة قال لا نحن من زمان بلغينكم أنه هاد الويندوز سبعة لا تأخذ منها هاي ويندوز هوا عم تحكي عم تحكي لا دم بارهم عم نحكي على أمام وعلى شو اسمه فلذلك يا أحبابنا ناهيك عن أن كل الكتب السماوية واحتوات في القرآن الكريم فهذا الكتاب هو كتاب إنشاء أم عظيمة يا أحبابنا هو كتاب إنشاء مجتمع فاضل هو كتاب إنشاء فرد بمنتهى الصلاة والمعرفة لله عز وجل وصلنا إلى قوله تعالى من سورة النحل في الآية خمسة وتسعين ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلم ما عندكم ينفل وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا فهذه الآيات يا أحبابنا تتحدث عن حالة الإنسان عن واقع الإنسان ليش نحنا ليش عطينا هالمقدمة المقدمة اللي ذكرناها عن أهمية القرآن الكريم عن ضرورة القرآن الكريم قال لأ في ناس أهلان السيد قال لأ في ناس يستبدلون شو يستبدلون عهد الله بثمن قليل بعاهد الله عز وجل بقرأ آية من القرآن الكريم بيأخذوا الحماس بيقول خلص أنا نويت هيك أنا بدي أعمل هيك أنا بدي أساوي هيك ثم يأتي ذلك بعد أن عاهد الله فيلغي هذا العهد ويبادل طبعا هون بيقول لك واحد ليش كلمة تشتروا تشتروا هي عملية معاوضة الشراء شو هي هي عملية معاوضة تعطي المال مقابل شيء هي عملية تبادل قال أوعة أنت تبادل عهد الله بثمن قليل قال بس دفعوا لي كتير قال أد ما دفعوا لك فهذا ثمن شو قليل ويقول لك بس دفعوا له كتير والله يعني يعني صح هو باع ضميره صح هو باع لفته صح هو باع منصب القضاء صح هو باع ولكن أبض أبضى منيحة منقل له كل شيء أبضه شو هذا كل شيء أبضه فهو قليل فهو قليل قدام شو يا عبابنا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير مقارنة بايش بما عند الله عز وجل يلي عند الله عز وجل هو هو الأفضل وما عند الله عز وجل هو الأبقى وما عند الله عز وجل هو الأفيض لإيش إلك أيها الإنسان فإنما عند الله هو خير لكم ولكن هذا شو بده يا أحبابنا شو بده بده علم إن كنتم تعمل طب طبعا نحن يا أحبابنا نستعرض الآيات ومعاني الألفاظ وهذا التفسير هذا التفسير يسمى بعلم التفسير التفسير التحليلي شو التفسير إنه بيعطيك الألفاظ بيعطيك المعنى المفردات بيعطيك أسباب النزول بيعطيك فهذا التفسير ثم نعود بعد ذلك يا أحبابنا بالتفسير المعمق لمعاني الآيات وبالتفسير اللي يعتبر من أهم أنواع التفسير اليوم واللي ما كان سابقا كتير مطروح لأن ما كانت موجودة الأبوات والوسائل اللي هو التفسير الموضوعي شو هو التفسير الموضوعي إنك أنت تاخد موضوع معين عندك اللوحة بتكمل عندك القضية كاملة فتستطيع أنه إيش أنه تبين هذه الآيات فما عند إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون شو إنه ما عندكم ينفد إذا تعرفوا أنه اللي عندكم شو بيصير فيه بيخلص في الواحد قال أخي عنده بطارية شو بضعه هذا البطارية ولو كانت تسلب تخلص بيقولولك أخي أنت وين رايح تسلب بيخدموك يعني شو بيقولك أخي أنت وين مسافر لهنيك بتشحن بالقرنية الفلانية بعد 200 كيلو متر بدك تشحن بطاريتك بالقرنية الفلانية وإذا هي القرنية الفلانية مسكر يعني بتلحق له لشو اسمه أو بدك فالما يلي عندك شو ينفذ أما اللي موصل خطه على الشبكة على المصدر الرئيسي للتوليد قال هذا وما عنده الله باق ولنزين الذين صبروا كمان أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا قال فهون كمان هذه المقامات هذه المعارف هذه بحاجة لشو يا أحبابنا بحاجة إلى الصبر بحاجة إلى الصبر فهون الحقيقة بيّن معنا بالآية الأولى والآية الثانية أنه فيه ركنين أساسيين من أركان شو يا أحبابنا الإيمان يلي هنن العلم واللي هنن إيش الصبر يلي هنن العلم واللي هنن الصبر اليوم يا أحبابنا يعني شاع وانتشر بين المسلمين على مبدأ يعني بيقله يعني اليوم مرقني وبكرة غرقني أنه أخي أركان الإسلام خمسة هي مصبوط صح أركان الإسلام خمسة بس من من منكم يعيش في بيت بأركانه فقط يعني عنده البيت يقوم بعشر عوامين أي هاوس يقوم عشر عشرين ثلاثين بس مين فينا عايش بس بالعوامين مين فينا عايش بدون حيطان وبدون ادهان وبدون كهرباء وبدون وبدون الأركان هذا شو هذا يا أحبابنا البناء الأساسي الذي أما بدك تقوم على هذه الأركان بإيش بدك تقوم ببناء الإيمان طبعا بدك تقوم ببناء الإيمان لبني لبني من العلم من الصبر من العلم من الكرم من الأخلاق من 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 فهكذا يا أحبابنا هذا حديث من سنة النبي طبعا سنة النبي شو هي سنة النبي سنة النبي وإنك لعلى خلق عظيم هاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هاي الاخي وين ببخاري ولا بمسلم هاي قال تعالى السنة الحقيقية يا احبابنا اول السنة اول السنة ابل البخاري ابل المسلم ما كان وين في القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام اول ما تلقى تلقى الوحي وشو اميل بعد ما تلقى الوحي طبق ونفذ هذا الوحي استجاب لهذا الوحي لذلك يا أحبابنا ابن كثير من كبار كبار المفسري وتفسيره أجمع عليه كل أصحاب المزاهب سواء المزاهب الفقهية أو المزاهب تفسير ابن كثير شو قال ابن كثير كنا نفسر القرآن بالقرآن نفسر القرآن بشو أول ما تجينا آية خلق الإنسان وهلوعا شو يعني خلق الإنسان وهلوعا قال دوره بالتفسير بالمعاجم قال له أول تفسير القرآن إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع قال هذا الهلواء profesional قال إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوع فأول ما يفسر القرآن بإيش قال كنا نفسر القرآن بالقرآن فإذا عينا لجأنا إلى شو قال فإذا عينا لجأنا إلى السن لجأنا بقى إلى ما ترك لجأنا بعدين والله لفعل الصحابي كونهن أقرب إلى النبي لجأنا إذا في شيء من التابعين بس طبعا هذا كله لتبيان الموضوع الناس أما الأساس كان القرآن الكريم فاليوم يا أحبابنا هناك من يبيع دينه بعرض دنيوي فيؤثر زائلا على إيش على باقي قال الله يخرب بيتهم هدولي لا لا مو بس هدولي مو بس لعب يطعب التلفزيون مو بس لعب يحطوا تصريحات مو بس لعب يشغلوا بالسياسي لحل تكون أنا لحل تكون أنت إذا عدنا راجعنا بمواقف حياتنا أين هي المواقف التي نؤثر فيها جانب الدنيا على جانب إيش الآخرة اليوم يا أحبابنا في العبد لمتان في يصلك رسالتين لمة من الملك رسالة من الملك ولمة من الشيطان ورسالة من الشيطان قال أنا والله يا أستاذ معلش هذا كلام أساطيحي أنا ما وصلني رسائل لا ما في واحد مننا إلا ما وصلوا بصوت الرسائل وأنا بسلبكم إياها تسليم اليد بعطيكم إياها مع تريستامبر يعطيه رخم متابعة للبريد أول ما بيؤدن الأدان أول ما بيؤدن الأدان تسمع خاطر بنفسك أم صلي هذا مو من عند خالتك أم أحمد هذا مو جاي من عند جوجل ولا لي جاي عند تيموبل قوم صلي فبعده مباشرة بشي خاطر على شو مستعجل على شو مستعجل طيح حالك لحقانين لحقانين خلص اللي بين إيديك وقوم صلي هيك بتآنيه على مهل عطي الصلاة حقه بيدرس عليك بليس بيعطيك مواعز شو بتكون النتيجة الله يخرب الشيطان أدن العصر وراح علي ما تلغي الوقت إيش الوقت رقل الوقت هرب أحد الشباب سألني سؤال قال لي الساد يعني أنا عندي معاناة بصلاة الفجر أنا عندي معاناة بصلاة الفجر أني قوم على صلاة الفجر مو بس أنت عندك معاناة كل الناس عنده معاناة تعرف ليش لأ في مرض وما منعرف الدواء إذا نام ابن آدم عقد الشيطان عليه أو على ثلاث عقد وقال له نم عليك ليل طويل نام نام دنيا ظلمة والليل طويل وأول ما بيستيقظ الواحد بفتح يونه بيحط كل تقله عليه لأن هاي النقطة هي شو هاي النقطة الفاصلة بين الحق والباطل بين صلاة الحاضر وبين بين الليلة صلمة فبتلاقي بيحس الدنيا كلها فقراسي قال فإذا استيقظه فذكر الله إن حلت عقده قال شو بدك تساوي أول ما بفتح يونك لا إله إلا الله فذكر الله بيحس خفت تقله شوي فإذا قامه فتوضى إنحلت عقده متى ما توضى لسه عن عسان لسه عبدا يرجع أتخذ لسه بسألك أخي أنا ناوي توضى صلي هالركعتين ورجع فإذا صلى ركعتين إنحلت العقدة الثالثة ما بتلقى غير تنشط لك إلا أنا بروح الجامعة إلا أنا مستعد إلا إصحيت أخي ما لك نايم ساعتين بيلك مظبوط بس إيش بس إصحيت فأنت في معركة يا أخونا إنت في معركة هل تؤثر ذائل على على باقين التخذ بده يزول والنوم بده يزول وإذا كله بده يخلص فهل أنت رح تآسر هالشي هل تشتري بعهد الله ثمنا قليلا تفي عهد بينك وبين رب العالمين حي على الصلاة حي على شو يعني أخي تنفس العقد اللي بيناتنا فضل على الصلاة حي على الصلاة لمن لأن نحنا شهدنا بأنه لا إله إلا الله شهدنا بأما آمننا أيقلنا بأركان الإسلام تعهدنا بتنفيذ هذه إيش طيب يا الله هلأ جاء التطبيق صار المنادي انشغلت رحت كذا فتبدأ الأمور يا أحبابنا مرحلة مرحلة عقدي عقدي فيصل فيصل فأما من يبيع دينه وبيعرض بنا الدنيا قليل قال أوحى أوحى شلون أنا بيبين أني عم بيأثر جانب الله على قال أنت تعرضت لقضية فيها جانب الله أو جانب الدنيا جانب الله أو هو النفس جانب الله شو آثرت قال والله يا أستاذ أنا بحب درسك بس والله الشباب وقت بيعملوا لعبة شدة يعني يعني يا أخي ظريفة ما بتتفوات يعني غير شكل غير شكل غير طعمي يعني يا أخي حس هيك كأني عباكل زبديت محلاي بدي يجي أنا على درسك والله بس يا أخي فيه صغاع يعني خير خميس عمله غير قال له مشكلة كل يوم في غير يوم أما سبحان الله عم بيسألني شخص قال لي أخي أنا ساوي هالشغلة قلت له لا بهالوقت ساوي هالشغلة لأن هالشغلة ما فيك تساوي بوقت تاني أما هديك فيك تساوي بوقت تاني في ست أيام بالأسبوع يا أخي العاب تنس العاب شدي وأعمال ما بتخلط نفس الشي ما بتجوز إلا يعني إلا يفرنا بتجوز بغير يوم يعني زبديل عاب شدي بتجوز بغير يوم طبعا في حال ما في قمار بشان ما ياخدوها هلا حكوا بشرعي إنه والله يعني الأخي الشيخ قال ليكو ها ليكو على التشوب قال إنه بتجوز هل شو اسمه ها ها قال له قال له ما تبيع جانب الله بشو ما كان لأنه هذا الشو ما كان سينتهي هذا الشو ما كان سينفز وسيروح وسينتهي وسيغرب وإنما آثر جانب الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة شو يعني نحن حفظنا القصة اللي فيها سبب النزول إنه كانوا عطشانين الأول قال له لا عطي التاني ايه مظبوط بس أنت يعني لا رحل حاربت ضد قريش ولا عمدت شو اسمه ولا الإيثار هنا أن تؤثر على شهوات نفسك أن تؤثر على مطالب نفسك كلنا يا أحبابنا بشر والنفس يعني تهوى رغباتها وتهوى متطلباتها وتهوى شهواتها قال هون تؤثر هل تؤثر جانب الله قال إذا آثرت جانب الله فالله بيآثرك على غيرك الله بيرفعك الله بيقدرك الله بيعطيك وذكرنا دائما يا أحبابنا إنه الآخرة مقاماتها لا تنتهي فحجوز المقعد اللي بدك تروح فيه اليوم الطيارة اللي عم نسافر فيها فيها درجتين ثلاث درجات أما الآخرة يا أحبابنا يعني درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل شو دك تحجز لحالك أنت بس أنه اليوم نرجع على مبدأ اليوم مرئني وبكرة بكرة غرئني فلذلك يا أحبابنا ما كان منك لله من علم أو عمل أو دين أو دعوة فهو باق لك في الآخرة مهما كان هذا العمل ولو كان بمسقال الزرق بمسقال الزرق وما كان عمل للدنيا 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 ولو كان بمليارات فهذا العمل سيزول بزوال الدنيا أد ما عندك أصور وعندك مباني وعندك إنجازات وا 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 ستنتهي إيش بانتهاء وكل شيء تملكه يا أحبابنا سينتهي ستفقده في لحظة ستفقده في لحظة من اللحظات فهذه الآية الحقيقة يا أحبابنا هي شعار عند المؤمن أنا شعار في حياتي شو هذا الشعار إنما عند الله هو خير دائما حط هذا الشعار في قلبك حط هذا الشعار بنفسك قال إنت بستخدم أنا هالورقة إنت بستخدم هذا الشعار قال يوم يكون في صراع يوم يكون في صراع بين الدنيا والآخرة في صراع بما عند الله وبما عند الناس في صراع بكذا وكذا ساعة أنت شو بدك تختار إنما عند الله إنما عند الله هو خير خير لكم بس بشرط شو قال إن كنتم قال إن كنتم تعلموا فهون الحقيقة يا أحباب نقف عند محطة ومحطة أساسية ومحطة ضرورية هذه المحطة هي هالجملة هي إن كنتم تعلموا هو حض من الله عز وجل ودفع من الله عز وجل وتشجيع من الله عز وجل لشو قال للعلم للعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى الجنة نحن اليوم يا أحبابنا عادي بمجلس علم عادي بمجلس شو بمجلس علم بمجلس قرآن يعني ينطبق عليه هذا الحديث هل نعم ينطبق عليك هذا الحديث وكل من يسلك طريق يلتمس به علم الله عز وجل بسهله طريق إلى إيش بسهله طريق إلى الجنة اليوم يا احبابنا ان الملائكة لتضعوا اجنحتها لطالب العلم الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم فقال انا جاي لهون انا طالب علم انا نعم اد ما كان انا معي شهادات اد ما كان انا طالب علم كلنا يتنا طلاب كلنا يتنا طلاب علم كلنا يتنا قعدين على مائدة الرحمن اللي هي القرآن الكريم قاعدين على هالمائدة الربانية التي لا تنقضي أنوارها ولا تنقضي توجيهاتها ولا تنقضي أعطياتها فهذا الشيء يا أحبابنا كل ياتنا بحاجة له فاليوم يا ترى بيعرف ابني أنا يلي فاي الصبح خاصة بكرة رح تجي الشتوية أنا هيك عندي هواية أني الصبح اطلع وتفرج على الولاد الصغار وهني نعم يستنوا الباص يا ويلي تلاقي بؤس الحياة تلاقي واقفة يعني بتحس إذا فتحت هذا بتحسه عم بيسبسة برشا ودراكا نازل مو بخلي حدا لا اللي فيأه لا اللي ضبله عم بتطلع هيك لقنا شو هالحياة هالدنيا يعني شو هالتعب هذا شو هالشقاء وخاصة أزل الدنيا تلج وخاصة أزل تأخل الباص شوي لا إله إلا الله أما والله يا أحبابنا لو هالشب هذا وهالطفل أو هالإنسان بيعلم أنه يسلك طريق إلى الجنة والله بتختلف نفسيته أنه أنت مو بس رايح تتعلم وطء الزس وزات وواز وضربه في الماض وثنين زائد أو ثنين ضر ثنين يساوي أربعة قال لا مو بس هيك مو بس هيك أنت عم تسلك طريق إلى الجنة قال حتى أنا بهذا العلم قال نعم النبي ما حدد ما قال لك بس كل العلوم يا أحبابنا علوم مطلوبة وكل العلوم بين أمرين كل العلوم إما هي فرض كفاية وإما هي فرض عين في علم فرض عين الكل بدي يعرفوه ما كان ضروريا لدينك وإيمانك وصلاتك وعبادتك وحياتك هذا شو هذا هذا فرض عين قال والتاني قال فرض الكفاية شو فرض الكفاية قال فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن المجموعة طيب وإذا ما قام فيه حدا قال فيه اختصاص طبي وما أنه حدا بأمة الإسلام مختص بهذا الاختصاص قال كل الأمة آثمة كل الأمة آثمة حتى يطلع واحد بهذا إيش بهذا الاختصاص اليوم إسلام عطى العلم كل العلوم يا أحبابنا لذلك بمرحلة من المراحل في مرحلة النهضة الإسلامية كانوا هن يعني شعاع الحضارة العلمي والإيماني والديني والدنيوي كل العلوم كانوا ما خلوا علم من العلوم واعتبروا وكل علوم الله عز وجل يجذئ ويثيب 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 عليها فلذلك يا أحبابنا يوم بيعرف هالشاب هذا إنه والله الملائكة تضع له أجنحتها أنا هذا أنا الولد صغير حامر شنتاتي فيه صندويشة وفيه ألم رصاص الملائكة بتحط أجنحتها قال نعم قال نعم قال جايين لعن الدكتور وسيم الملائكة بتحط قال نعم يا أحبابنا كلام أصدق البشر من سلك طريقا يلتمس به من سهل الله له إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم شو جايين نحن طالبين عدم مؤاخذة طالبين إيد حدا ما أنا طالبين إيد حدا طالبين مكاني لا أنا طالبين لما ليش جايين شو الغاية فلان جاي فارق هل كان من عيادته وفلان جاي من شغله وفلان جاي من والله أنا بقل لكم والله يا شباب والله أنا أسمي قدونكم عاليا مو أنا أتوا ما بقول رب العالمين ما كنت تعبانين والله تعبانين جايين تعبانين ما عندكم مشاغي إلا فوق راسكن ما عندكم قضايا طيب شو عملتوا قال آثرنا جانب الله وجينا يعني رب العالمين شوفوا يا أحبابنا وإن كان كلمة بالعام رب العالمين ما بيحمل من نية من حدا ما بيحمل من نية لا اللي أكبر مننا ولا اللي أصغر مننا بيجع بيلك أخي أنا أعمل لله حبيبي الله يخيي يضيغي لهم سلي كل ياتنا على باب فضله كل ياتنا على باب كرمه كل ياتنا على باب عطاه بتعمل لله الله بيعطيك وبثيبك يعني ويرزخك وبيغير إيش وبيغير حساب فما في أحبابنا دين ولا عقيدة ولا حزب ولا دعا إلى العلم كما دعا له الإسلام ووضع له هذه المكان وإنت الحكم مهلأ بمؤتمر العلوم والتعليم والنشر العلم بالقرن العشرين أو القرن العشرين هذا كلام قبل ألف واربعمائة سنة يا أحبابنا فما في عقيدة ما في دين ما في قدس العلم وأعطى العلم هذه المكانة كما أعطى الإسلام فالعلم يزكي صاحبه يا أحبابنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران فالتعش فالله أعطى شهادة أولو العلم مع شو أرفق مع شهادة الله وشهادة إيش الملائكة شهد الله لا إله أنه لا إله إله والملائكة وأولو العلم فالإسلام يا أحبابنا اليوم يا أحبابنا مين أولو العلم اللي رب العالمين شهد لون اليوم من قلبة المفاهي اليوم تطلع وحدة هيك ما بتساوي شي بس بتحط كاميرا قال اليوم جاي على بالي آكل فرضنا كذا خمسمائة ألف لايك ما عملت شي ها بس بطلع اليوم يا أحبابنا نحن نعيش عصر التفاهة نعيش عصر التفاهة بس أي تفاهة يا أحبابنا التفاهة التي ستوصل إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة يعني آل أخي واحد اتاه شي عن لب قال لا لا نحن في عداد في عداد زمن يا أحبابنا في عداد زمن نحن راكبين سفينة اللي هي الأرض اللي هي الأرض وكلنا نعلم أن هذه الأرض ستنتهي إن عاجلا أو آجلا كلنا مؤمنين وموقنين بس في الزمن الزمن بإيد رب العالمين أما راكبين بالسفينة والسفينة تمخر عباب الكون والنهاية حتمية الزمن يعني قال له متى الساعة يا محمد قال له ليس المسؤول بأعلم من السائل ها أنت بتعرف له أنا بعرف بين مين ومين هالحوار الشيق الراقي بين سيدنا جبريل وسيدنا النبي أنا متى الساعة لا ليس المعلوم يعلم من السائل لا والجميل يا أحبابنا في ناس أد ما بكلوا القصة أد ما بكلوا إلا ما يطلع حتى في الديانة المسيحية المعاصرة اليوم لا يعلم الساعة إلا الأب حتى سيدنا الأب ما بيعرف بيقول له ما بيعرف الساعة ما بيعرف إمتى نفس القصة نفس الحالة تبع سيدنا ما بيعرف إمتى الساعة فلا يعلم إمتى الساعة مين اللي بيعرف إمتى آه معانتها طيب الديانة بيسمو وحدة مو وصولين بيأخدوا نفس المعلومات نفس لا طلع فيه يعني يعني تود قاعدتين وطيات وحدة للأب وحدة يعني أد ما حبك هو أد ما حبك هو بالأخير يعني يعني مصفاية أد ما سدودت متلاقي المياه تزرب بالأخير يعني من وين هذا ما بتعرف من وين فالعلم يا أحبابنا شو يزكي صاحبه ويعطيه هذه المكانة العلم يا أحبابنا طريق للحق والحقيقة بس أي علم مو العلم المبرمج مو العلم المسياس مو العلم المدفوع مو العلم يلي منجي منعمل كل شي على العلم ايه منوصل بعدين على حلقة مفقودة منألف من عنا ومننط بعدين للنتائج هذا ما عاد العلم هذا صار العلم يعني مشيت أنت بمناهج وإثباتات وكذا لا يعني فعنا مثل بالعام ظريف يعني بيمثل الحالة تماما حالة الحلقة المفقودة بيقلك عند العقدة هرب النجار شو عم بيشور الخشب لما وصل للعقدة محل بيقول لك بيقول لك لا يا حبيبي لا 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 لك ارد ولا لك غزال ولا لك بغل ولا لك سلطعان ولا لك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني بتتركوا ولقد خلقنا الإنسان فيه رب العالمي رب العز عن بيقول لك خلقناك بأحسن تأخويم لا أخي لا نحنا بدنا نشوف من أنو بلعوت طلعنا من أنو دودة من أنو حردون وفايتين بقى بالحرد وعلم كله شوفوا يا أحبابنا العلم على راسنا ولكن العلم الحقيقي العلم اللي مدعوم بحقائق علمية العلم هذا يسير مع كتاب الله أبدا ولا يوجد أي خلاف ولا أي تناقض أما العلم تبع يعني ولكن لحاجته في نفسي يعقوب هيئصة 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 تاني يا أحبابنا فلذلك أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب يا أحبابنا هني اللي جمعوا جناحي العلم شو جناحي العلم جمعوا جناح العلم الحقيقي والعلم اللساني العلم العلمي العلم علمين يا أحبابنا آه شو هاي نظرية جديدة قال لا أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام شو نزل على النبي اقرأ اقرأ طيب إنت إجاك الملاك حقيقة الملاك وقال لك تعلم تسوق البسكليت قلت له لا أنا ما بسوق البسكليت قال لك سوق البسكليت شو بتروح بتساوي أمر فبتروح تتعلم لسواها الملك أتى إلى سيدنا النبي وقال له اقرأ فالنبي لا يقرأ وظل النبي ما عم بيقرأ ولكن هل قرأ طبعا قرأ قرأ في مدرسة عنوان اسم الله الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم هذه المدرسة الثانية عندك مدرسة اقرأ باسم ربك الذي خلق وعندك مدرسة تاني مدرسة ايش الذي علم بالقلم عندك مدرسة واتقوا الله ويعلمكم الله بيعلمك الله بيعلمك وبيوجهك وبيهديك فاليوم في مدرسة يا أحبابنا في مدرسة العلم في مدرسة العلم الإلهي فهدول الجناحين نحن اليوم يا أحبابنا بواقعنا الديني اليوم دفننا مدرسة اقرأ مدرسة الأولانية شو وضعها مدفونة نحن اليوم كلها اتنا مدرستنا الذي علم بالقلم مدرستنا الكتب والورقة وبدنا التنتين اليوم يا احبابنا هاللمبة اللي شاعلي جاينا سلكين سلكين تضوي اللمبة اما بسلك واحد لو كانت من عند تسلا ما بتشعيل بده سلكين بده سلكين باللغة الشامية القديمة بيقولك الحامي والبارد ما باع باللغة الحمصية نفسك ماشي حامي والبارد ولا ما عندك على رب فلذلك يا احبابنا فهذا العلم هذا العلم الذي هو علم الحقيقة كذلك العلم يا احبابنا يرفع صاحبه الى اعلى ايش الى اعلى الدرجات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تع ملونة خبير المجادلة الاية يدعش فحسب العلم تبعك واعظم العلم يا احبابنا ما كان العلم بالله اعظم العلم ما كان العلم بالصلة بالله اعظم العلم ما كان العلم بالاخرة هون لما قللك الاية ان كنتم تعلمون شو تعلمون شو تعلم عظمة الاخرة تعلم قيمة الاخرة امام ايش أمام الدنيا عندك رصيدين عندك رصيدين رصيد آخرته صفر شو ما حطيت فيه ورصيد شو ما حطيت فيه باقي إلى الأبد بأنه رصيد بتحط كلنا عم نحط بالأولاني عم نحط بالأولاني بنك أو في أمريكا وبنك ما عليش مو معناتها مو معناتها ما تحط بالأولاني هون يا أحبابنا هذا الخلق بين الدنيا والآخرة أدى إلى مفاهيم خاطئة أخي أنا ما بدي دنيا أنا كله للآخرة لا لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بدك هاي وبدك هاي ولكن شو المرفوض يا أحبابنا بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا الموقف اللي شو هذا الموقف الغلط إنك تؤثر دنياك على إيش آخرتك تؤثر جانب الدنيا على جانب الله هون صلعنا شو الله هون بلشنا بالغلط أما بدك تؤثر جانب الله على جانب نفسك وهواك أما هذا مطلوب وهذا مطلوب وفق شرع الله عز وجل كذلك يا أحبابنا عند الله عز وجل بيّن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي اليوم هل يستوي اليوم يوم يا أحبابنا يعني إنت الناس بتدرب العلماء تبعاتها وقت بيموت وبشتغل الدبك بقى ولحق إذا بتلحق تخطب أخي وين هالحاكي كان طيب لما كان عايش والله يا أحبابنا يعني بعرف أحد العلماء بدون ما أذكر اسمه كان يحضر مجلسه يعني خمسة عشر أشخاص مؤدن الجامعة مع الخاتم مع ثلاثة أربعة طلع بجناسته مليون مليون طلب الجناسته بيشهدوا بفضله بيشهدوا واسمع الحكي يعني بشي بالجنازة واسمع شو عبيحقوا عليه بجنازها ومين بقى أحلى الشيء العلماء نفسنا كمان إمتى بيحكوا بفضله للعالم كمان بعد ما يموت لأن بحال حياتهم في منافسة في حسد المصلحة في كذا أما هلأ مات خلص أخي مات شو بده بده مرة هيكي أحد كمان العلماء آخذينه شوي هيكي سؤال هيكي سؤال على السريع فنجان أهوي قال له أخي انتو شو مخططاتكم قال له نحنا كل مخططاتنا بالآخرة قال له أخي بالآخرة ساول بدكن المهم بالدنيا ما يكون عندكن ما يكون عندكن شيء وكذا أما بالآخرة صار بالآخرة هلأ شو بدون ينخاف منه فلذلك يا أحبابنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر قلوب الألباب كذلك يا أحبابنا العلم يعني ينير لك الدرب العلم يريك الفرق بين الحق وبين الباطل قال له كنت مع أحد أصدقائنا كنا بمرحلة تدريب الجامعي يعني وبتدريب الجامعي أنت ما لك حر يعني ما لك حر ما فيك إمتى ما بدك تتوضى وتتغسل وتتحب ما في موارد محددة يعني ممكن يسمحولك بالجمعة أو والله كذا فشفته هيك الشاب بصفر قال شو باك يا أفلا قال لي والله يعني علي غسل يعني نمت فقت علي غسل قال لي بدي صلي قال له ايه تيمم قال إذا وجد الماء بطولة تيمم كمان بي ناقشك ليش لا في عنده ميل في حالة فيه بالميل قال له إذا وجد الماء ولكن أنت منعتها من استخدامه ما فيك تستخدمه أنت حكمك حكم إيش حكم الفاقد مو حكمك حكم الواجد أنت حكم حكم الفاقد وجدها بس أنت ما فيك تستخدمه أنت ماشي بالصحراء ومعك مي محدودة تكفيك لحياتك لشربك بجوز تتوضى فيها إذا توضيت فيها أنت قتلت نفسك شو ساويت في عنا فتاوى يا أحبابنا أنا بدرجة تحت عنوان الفتاوى القاتلي فتاوى منقتل فيها علم الأمة منقتل فيها اقتصاد الأمة منقتل فيها معرفة الناس وعلم الناس فتاوى قال شيخنا هلأ أنت بلشت يعني تأوفير هلأ فعلا يعني كيف تشطح يعني شو فتاوى قاتلي نعم لما لما كانوا أصحاب النبي وأحدهم شو جرسوا الفج راسوا وثاني يوم بحاجة إلى غسر فأجأ سأل الصحابة قالوا لا تشم طبعا جماعة يعني الماسكين الدين هيك يعني تحسن هيك حيخن أولى الدين أدموا ماسكينه يعني قالوا أبدا أبدا تغتسل طيب برك الله شو الله مهم اغتسل على مبدأهم اغتسل وطبعا شي طبيعي التهاب الجرح ومات وراحوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له القصة فشو قالوا النبي عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأخطأ ما قالوا من اجتهد فأخطأ فله أجر وإصاب لا شو قالوا قالوا قتلوه قتلهم الله هاي الفتوى شو يا أحبابنا اليوم في فتاوى يا أحبابنا عم تقتل ناس عم تقتل شباب عم تقتل الأمة وفتاوى بغير علم وفتاوى بغير معرفة هاي إذا أحسننا النية ما قلنا أنها فتاوى شيطانية وبيل لك باسم الدين وباسم الأحاديث وفي يوتيوبات وفي جوجل وفي إلى إيش إلى آخره فلذلك يا أحبابنا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنذى إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراطه العزيزي الحميد سبق الآية 6 فالعلم يا أحبابنا هو الذي يريك الحق يريك درب الصراط المستقيم شوف يا أحبابنا بين إنسان نفس المريض ممكن يروح لعن طبيب يسبب له عاها دائما ما يطلع منا يروح لعن طبيب ينقزه طب شوف ربين هذا وهذا العلم يا أحبابنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نحن من قضية أخي رايحين ضميرنا أخي الأعمار بيد الله أخي ما اختلفنا نحن بيد الله بس إذا في غلط بدنا نفهم الغلط إذا في شي ما هو صحيح بدنا نفهم الشي ما هو صحيح أنا بتذكر بالنفسي كده عم تفرج على برنامج العلم والحياة من ثلاثين أربعين سنة إنه في طيارة عم تطلع بالجو بوينغ ما بعرف دي السبعة كذا دغري أنا بقلبي قضاءه قدر وريحنا ضميرنا يعني بحسوا شافوا شالوا حطوا هيك لوجدوا إنه في إحدى اللداء المعدنية بإحدى الدارات ضعيفة عم بتنفس وتأدي لأفجار طائرة صلح بعدما فجر أول طيارة وثاني طيارة وثاني طيارة ايه ايه تمام هذا قدر وهذا قدر يعني مين قال لك إنه العلم وتصليح الطيارة كمام ليش بتاخد القدر اللي أنتي بتنك لما سيدنا عمر إجا واحد يكت فلسفة عليه شربان خبر وفاضح حاله والناس كله كاشفينه يعني ما فجلدوا سيدنا عمر قال له يا أبير الممنين قدر أنا قدري هذا قال له ايه هذه قدر وهذه كمان هلت ما ينجذ شو هنين هن قدر هالكاس اللي أنتي فاضح هذه قدر وإيش هذه نحن ناخد الأمور بس باتجاه واحد يا أحبابنا لا هاي قدر وهذه فبنا نفهم ما فيه الأمة والعلم يا أحبابنا هو الذي يمنح صاحبه المعرفة فكله لهذا الشخص تلاقي يا حبيبي تيمم وتستطيع ويجزئك هذا الأمر فهل اللي بيجوز قلت له بيجوز 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 قلت مرتاح ما فيه ما فيه مشكلة بهذا الموضوع لذلك يا أحبابنا بيعرف الإنسان أن العلم يعطيه هذه القوة بيعطيه هذه المعرفة وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتكبت له قلوبه قلوبه تنصاع ترتاح بتوصل لألن وإن الله لهذي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم إحدى أساليب الهداية يا أحبابنا وأهمها هي إيش؟ هي العلم يا أحبابنا هي العلم اليوم شو عم نساوي بالتفسير؟ عم ناخد آية واحدة عم نقرأ آية أو آيتين كاللياتنا ليش؟ لأن إذا طلقت أنت من هالجلسة طلقت أنت أستاذ بهالآية هي خلق أنت صرت عالم بهالآية صرت تستطيع أن تقنع وأن توجه وأن تدرس بضمن إيش؟ بضمن هذه الآية ولا تظنوا يا أحبابنا أن الآية جايبة من تفسير أو تفسيرين ولا خمسة ولا عشرة يعني تبراجع للتفاسير ليش؟ لأن هذا علم عظيم يا أحبابنا أنت أمام كلام الله وبكل وقت له إيش؟ له حضوره وبكل وقت له عطاءه وبكل وقت له معناه كذلك يا أحبابنا سيدنا آدم بما فاز بلقاءه مع الملائكة شو كان سيدنا آدم؟ وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أبدو جماعة أبدو إنهاء على الطلب عرضوا اللي عندهم شوفوا يعني مو ديمقراطية مزيفة مو ديمقراطية تطبيئة شباب أنتوا بتفوتوا من هون أنتوا بتفوتوا أنتوا بتقولوا إيه والآخي بيطلع هداك مو ديمقراطية ما حدا يعني لا حدا يحكي علينا يعني تعال حط أبدا على الأنظمة والقوانين بتلاقيها شو راكزي طيب يعني طيب راكزي على هالدراويش طيب على رب العالمين رب العالمين ما بيعرف ليش رب العالمين ما بيعرف شو القصة وشو القضية فكذلك الأمر هون قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لها تعلمون أن العلم اللي عندي غير العلم يلي عندكم طيب شو العلم اللي عند رب العالمين شو العلم اللي عند رب العالمين يلي بيّن أن ما عرضه الله عز وجل وبيّنه أنه هو الحقيقة وهو الصحيح ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى مرتبة فيقف جبريل ويقول يا محمد أنا مقامي لين لهون أما أنت فانضي إلى ربك هون لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تزاوز في مقامه من الملائكة قال إيه بس النبي قال صح ولكن النبي هو كان ممثل لمن للجنس البشري اليوم لما أمريكا بتربح الميدالية الدهبية باسباحة مئة متر مو كلياتنا مروح نسباح مو كلياتنا نعطي نسباح واحد بس بيجيب رقم قياسي على العالم فشو بيقولوا بيقولوا أمريكا اللي أخدت الميدالية الدهبية باسباحة فريق الفطبول إيداش لما بيربحوا بيأخدوا كأس العالم إيداشر واحد بيكون عدد السكان البندة خمسين مليون مئة مليون بيقول لك والله لأرجنتين ربحت فهون يا أحبابنا في هذه المنافسة مين اللي كان متقدم بني الإنسان ممثلا بالنبي محمد صلى الله عليه فهون قالوا إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحديد فشو كانت يا أحبابنا المنافسة بين آدم ممثلا لبني إنسان وبين الملائكة كانت بالعلم كانت بالعلم ولكن يا أحبابنا أي علم نختم لقاءنا بهذه الفكرة اليوم يا أحبابنا العلوم كثير العلوم كثير ومصادر العلوم كثير كان الواحد من خمسة وعشرين سنة وعشتنا عشته معظمكم بهال بصة هاي كان إذا بدك كتاب توصي عليه من آخر الدنيا ويقعد شهر وشهرين وثلاتة ليجيك المرجع وتحسن تجيبه وتحسن تشتريه كان العلم عزيز كان كان إذا فيه كمبيوتر بده يسافر الواحد من بلد لبلد ليفوت على مين فريم على كمبيوتر قد هالغرفة هيك اللاياتها لحتى يحسن ياخد بعض المعلومات أو بعض الكذا أما اليوم يا أحبابنا تليفون مع أصغر ولد صغير أكبر من الحاسب اللي نزل على سطح الأمر بمئات المرات قاري اليوم العلوم متاحة وموارد العلم متاحة قال والله يا شيخ حيرتنا يعني بدك علم ولا ما بدك علم اللي تصال فوارد لا بدنا يا أحبابنا العلم النافع شو بدنا اللهم علمنا ما يفعل وانفعنا بما علمتك وزدنا علما وعملا متقبلا بدنا العلم النافع يا أحبابنا فهون صفي بقى المهارة بشو بالانتقاء المهارة أي علم بدك اليوم في أدباب بدك يا عمي شريانه عم بينزيف بالنجتون وقف له عملية التجميل للحاجب الأيسر لك يا أخي علم لك علم بس ما بدي أنا عملية تجميل للحاجب بدي أنا الشريان النازف أعطيني كيف إذا الكاحل التوى ولا يا أخي لا يا أحبابنا بتفوت اليوم على الصيدلية مليئة بالعلم الصيدلية مليئة بالعلم بس أنت شو بدك بالصيدلية بدك الدواء الذي يعالج مرضك وهذا يعطيك يا الطبيب الماهر يعطيك الدواء اللي أنت إيش بحاجته كذلك اليوم يا أحبابنا نحن بحاجة من هالعلم هذا لشو لما يصلح حالنا مو المهم علم مو المهم والله كتب مو المهم نقرأ ولا ممكن اليوم تفوت بس بقضايا فقهية وبمسائل فقهية وبخلافات فقهية تقضي حياتك فيها فيها مجلدات وفيها كتب وفيها 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 إلى ما شاء الله فبذلك يا أحبابنا اللهم علمنا ما يفعنا ونفعنا بما علمتنا علما وعملا وتقبلا وقل ربي زدني علما الله يزيدنا ويزيدكم من العلم النافع الله يعطينا العلم بالله الله يعطينا إيمانا وعملا العلم بإيش بالآخرة فمتى يا أحبابنا ما الإنسان صار عنده العلم قال أولادنا قال ديتعلموا ديتعلم قال خائف على ابني قال بزبوط دك تخاف عليه والله قال أنا ابني ما علمته على الحي ولا فهمته شو هذا العقرب وحطيته بغابي كله حيايا وعقارب والله بدي خاف عليه بيخاف عليه أما إذا بيعرف ابني إنه والله الحي بيسمع صوتها من عشرين متر وبيغير اتجاهه بيعرف العرب من كذا خلاص ما بيجي بيأخده ابن يساوي والله سلطة فواكي والله ابن يساوي سلطة مأكلات بحرية خلاص بيعرف هذا العرب لا تقرب عليه ما عدي يقرب عليه والله فالعلم يا أحبابنا الحقيقي والنافع هو الذي يحمي أبنائنا هو الذي يحمينا هو الذي يحمي عقيدتنا هو الذي يحمي علاقتنا مع الله عز وجل فلذلك يا أحبابنا الله عز وجل شو ذكرنا بالآية وصدر الآية التي بدأنا فيها لقاءنا وبدأنا فيها مجلسنا فأل لك ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا أحد من أبنائنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين يا رجاء السائلين لا تأمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك وابعثنا في أحب الساعات إليك كي نذكرك فتذكرنا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلهنا مولانا رب العالمين يا رب العالمين يا رجاء السائلين زدنا علما وعملا متقبلا بفضلك وجودك ورحمتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة